تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 56.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 32 طن أقماح محلية